اهو بارشلونا السلام عليكم حباب قلبي متابعين القناة لو انت هنا اول مرة انا اسمي هواري سعد بشتغل مدرس بسعد في الجامعة مصري وحاليا عايش في اسبانيا طبعا في البداية اتمنى دعمك واشتراكك في القناة موضوع فيديو النهاردة من وجهة نظره هو موضوع مهم جدا وحيوي سؤال انت ممكن تسأله نفسك او ناس كتير ممكن تفكر فيه هل كل الاسبان اللي عايشين هنا في اسبانيا حضر على اقل مرة واحدة ماتش ما بين ريال مادريد وبرشلونا في استاد برشلونا او في استاد ريال مادريد سنتياجو ده اللي احنا نعرفه مع بعض ان شاء الله في فيديو النهاردة ده وقت حد هيقول لي انت ضحكت علي وقلت ان انا اول ماتش ليا في كلاسيكو في اسبانيا انا انا متحكتش عليك انا حضرت ماتش في استاد برشلونا كام نو لكن ما كانش ماتش الكلاسيكو ده الصور والفيديوهات اللي انتو شايفينها قدامكو على القناة لكن انا عايز اناقش معاك موضوع مهم جدا موضوع هل الاسبان اللي هنا حضروا قبل كده ماتشت من بين الفرقتين على استاد برشلونا او على استاد ريال مادريد ولا لا هو ده اللي احنا عايزين ننقشه مع بعض لان ده موضوع مهم جدا فخلونا نبدأ الفيديو علشان ما نستهلكش وقت كتير وعايز اقول برضو ان اي واحد فينا من وهو صغير بيبقى عنده احلام نفسه يحققها زي مثلا واحد يقولك انا نفسي مرة اقفز من الطيار واحد تاني يقولك انا نفسي في رحلة غطس في شرم او الغرداء واحد بيحب الصفر نفسه يلف في اوروبا واحد نفسه يروح باريس واحد نفسه ياخد القهوة بتاعته مرة في شعارة لندن اها كلها احلام والناس نفسها هتحقق جزء منها على الاقل انا بقى من احلامي ان انا احطر ماتش كلاسيكو ما بين ريال مادريد وبرشلونا فاول ما جيد اسبانيا بقى قلت بس هي دي فرصتي والفرصة دي مش هتتعود تاني ولازم بقى اغتنم الفرصة دي واحضر ماتش ما بين ريال مادريد وبرشلونا سواء على استاد كامبنو او على استاد سنتياجو في ريال مادريد وكان على حظي ان قريب جدا كان فيه اول ما جيد كان بعدها على طول كان فيه ماتش ما بين ريال مادريد وبرشلونا في الدولة الاسباني في استاد سنتياجو في ريال مادريد فقلت بس دي فرصتي بقى ولازم ان انا ادخل ادور على التذاكر وكده فقلت لأصدقائي الاسبان اللي معايا في المعمل انا نفسي احضر الماتش الكلاسيكو في الاستاد فطبعا بصولي كده بالدهاش وقالولي لكن ده هيبقى غالي جدا عليك فقلت لهم مش مشكلة يعني ايه غالي هيبقى بمية او متين يورو عادي ما فيش مشكلة فقعدوا يتحكوا طبعا وقالولي لا اغلب كتير قلت لهم هيبقى بكام قالولي احنا ندخل دلوقت على الصيت بتاع ريال مدريد ونشوف فدخلوا طبعا هم عندهم خبرة في القصص دي لان هم قالولي احنا لازم ندخل على المواقع الرسمي لان بيبقى في بعض المواقع بتبقى فيك ومزورة والقصص دي كلها فدخلنا على موقع ريال مدريد الرسمي لقينا سعر التذكرة بكمسومة يورو ده مش كده وبس ده احنا استنينا يومين او تلات ايام دخلنا تاني لقينا سعر التذكرة معدي الف يورو زي ما انتم شايفين كده قدامكم في العشاشة فانا طبعا دايقت جدا كان نفسي احضر ماتش في الاستاد وشافوني اللي انا متدايق وزعلان فهم طبعا يعني اتعطفوا معي وقالولي ما تزعلش احنا اصلا مفيش حد فينا قبل كده حضر ماتش كلاسيك في الاستاد طبعا انا قلت ممكن يكون هم يعني ايه بطيبوا بخطري وبقولولي كلمتين عشان ما ازعلش فبتلت اسأل ناس تاني هنا في اسبانيا كانت الاجابة كلها من معظم الناس ان احنا ما حضرناش قبل كده ماتش في الاستاد ما بين الريال مادريد وبرشولونا لان التذاكر بتبقى غالية جدا اصدقائي في المعمل قالولي ان احنا بنحاول ان احنا نحضر ماتشات لبرشولونا مع فرق تانية وريال مادريد مع فرق تانية بحيث ان احنا سعر التذكرة ما يبقاش غالي علينا وقالولي ان الناس اللي بتحضروا ماتشات الكلاسيك وما بين برشولونا وريال مادريد بتبقى الناس الاغنية في اسبانيا وبقى الناس التانية اللي هم جايين من دول عربية وجايين من دول الخليج وجايين من دول اوروبا الاخرى وجايين من امريكا الشمالية وامريكا اللاتينية وهكذا لكن احنا بالنسبة لنا احنا كأسبان بنتفرج على مماتشات عادي في الدور الأسباني برشلونة معاي فريق تاني او ريال مدريد معاي فريق تاني وكامير بعملين اشتراك سنوي علشان ما يبقاش سعر التسكرة غالي علينا المهم بقى قالولي احنا هنحللك المشكلة بتاعتك دي انت مش نفسك تروح كام بنوء او تروح سنتياجو في مدريد قلت لهم اه نفسي يا ريت فقالولي خلاص احنا هندورلك على اقرب ماتش في برشلونة ونحجز لك سعر التسكرة يكون كويس بالفعل دخلوا على سايت موقع برشلونة يولي التسكرة بستين يورو ودي كانت الصور بتاعتي والفيديوهات اللي انتو شايفينا قدامكم من استاد برشلونة وان شاء الله في فيديو هشرح فيه بالتفصيل كل تفاصيل الرحلة بداية من ازاي انت تلاقي تسكرة رخيصة لغاية ما تروح الاستاد وعدد البوابات في الاستاد ايه وازاي تدخل اصلا من البوابات الكتير دي والتجربة بالكامل ان شاء الله هتبقى فيه فيديو على اليوتيوب قريب جدا الدروس المستفادة بقى من القصة دي كلها رقم واحد الازبان هنا ناس اقتصاديين جدا يعني اقتصاديين يعني يقول لك انا ما روحش احضر ماتشو كورة ب700-800 يورو وانا الراتب بتاعي مثلا في حدود 1000 او 2000 يورو يعني ادفع تلت الراتب بتاعي فيه ماتشو كورة واعيش بقى الشهر ازاي فالناس طبعا اقتصاديين جدا وده اللي لاحظته مش في المواقف ده فقط لا لاحظته في المواقف تاني كتير غير كده الناس طبعا بتستمتع بحياتها وبتعيش حياتها بشكل عادي جدا لكن يعني على سبيل المثال واحد صاحبي بيشجع فريق اجبلية فبيروح يعمل اشتراك سنوي ب600 يورو طول السنة يحضر ماتشات اجبلية بالكامل مع ريال مادريد ومع برشولونة ومع فرق كمان اللي هي بتجي من دول اوروبا لمن اجبلية طبعا فريق قوي وبيلعب كمان في الدوري الاوروبي فيعني ب600 يورو اللي هو سعر تذكرة واحدة ما بين ريال مادريد وبرشولونة لا بيستمتع طول السنة وبيحضر بقى يعني متشات في الاستاد براحته ودي طبعا التفكير الاقتصادي اللي انا بقولك عليه تفكير الاقتصادي مش ان انا احلم نفسي لا ان انا اشوف اللي خلينا استمتع اكتر وارخص هو ده التفكير الاقتصادي اللي انا بقولك عليه رقم اتنين الاسبان عندهم الصراحة يعني الصراحة يعني هم بكل صراحة قالك انا عمر ما حضرت متش كورة ما بين ريال مادريد وبرشولونة في الاستاد كان ممكن مثلا لو هم بيكذبوا او ما بيحبوش الصراحة وانا بالنسبة لهم اجنبي ومعرفهمش يقولك اه ده انا حضرت قبل كده عشرين مرة متشات ما بين برشولونة ورية المادريد ده من وانا في ابتدائي بروح سنتياجو وانا اصلا مولود في كامب نو فكان ممكن يقلف علي ويقول اي كلامه وانا اصلا مش عارف عنه اي حاجة لكن الناس بصراحة عندهم يعني صدق وعدم الكذب وعندهم صراحة مطلقة ودي طبعا حاجة ميزة حلوة جدا انا عجبتني جدا في الشعب الاسباني اه وكمان كان ممكن ان هم لو هم بيحبوا الفشخرة والكذب كان ممكن يدبسوني في سعر تسكرة تقريبا ب700-800 يورو اه لو هم ما اقنعونيش ان السعر التسكرة ده غالي كان ممكن كان ممكن الشيطان يلعب في الدماغ ويقول انا دلوقتي على ارض ازبانيا ولازم احضر المادش بها وانا اصلا باخد منحتي كلها تقريبا ب700 يورو فهروح احضر المادش كورة ب700 يورو طب قيت الشعر هعمل ايه لكن الناس اقنعوني بعقلانية وبهدوء فطبعا انا اقتنعت بان انا يعني ابقى زيهم افكر بالمنطق وبالعقل يعني شوية في نهاية الفيديو اتمنى دعمك واشتراكك في القناة انتظرون ان شاء الله الفيديو القادم هتكلم فيه عن خطوات حصول على التأشيرة من الصفارة الاسبانية في دولتك او في اي دولة تاني فانتظرون ان شاء الله في فيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته